انطلقت صباح اليوم نشاطات الحملة الخاصة بتوعية المرأة الريفية تحت شعار شات خالية من المجاعة في ظل وجود المرأة الريفية محمد عثمان بشير من أجل شات خالية من المجاعة مع المرأة الريفية تحت هذا الشعار أطلقت رسميا هذه الحملة التي نظمتها تجمع جمعيات المرأة الريفية بشات بغرض توعية نساء الأرياف حول أهمية نشاطات المرأة الريفية في قطاع الزراعة والرعي في دعم مشاريع التنمية الريفية وتحقيق الأمن الغذائي وأن ذلك لن يتم على النحو المطلوب إلا عبر دعم وتكوين المرأة الريفية التي هي أساس في تحقيق ما يطلق عليه بالأمن الغذائي أولا وقبل أي اعتبار ذلك ما أكدته مديرة حملة توعية المرأة الريفية بالجمعية وأيضا ممثلة وزيرة المرأة إن المرأة الريفية هي أساس في توفير الأمن الغذائي للمواطنين عبر نشاطها الزراعي والرعوي وأنها تحتاج إلى الاهتمام والعناية والدعم اللامحدود حتى تتمكن في مزيد من الانتاجية من أجل الأمن الغذائي وكذا محاربة المجاعة على مستوى سكان المدن والأرياف ذلك ما جاء على لسان ممثلة سيدة البلاد الأولى في إطلاق هذه الحملة الخاصة بالمرأة الريفية بناتا تشاليسو هذه الحملة ستتواصل لتشمل كافة القرى والأرياف بمختلف أقاليم البلاد ترأس حاكم إقليم كانم عبادي ساير حفل الانتلاق الرسمية لأعمال الحملة الإعلامية الإخبارية للتوعية من أجل التغيير والممارسات والسلوكيات السلبية في المجتمع والتي انطلقت فعاليتها بمدينة ماو بحضور وزيرة المرأة وحماية الطفل وأمينة الدولة في الاقتصاد والتخطيط التنموي وأمينة الدولة في التربية الوطنية وترقية المواطنة آدم أبو بكر إدريس تحت رآية وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي بالتنسيق مع منظمة السويد أبرى مشروع الحملة الوطنية من أجل تغيير الممارسات والسلوكيات السلبية في المجتمع بدعوة أولياء الأمور بعدم تزويج البنات قبل السن البلوغ والمقرر بالمرسوم الرئاسي والمحدد بالتاسع والإشرين قانونا يقضي بحق البنت في التعليم والرعاية الصحية والتجنب من مخاطر الولادة وتنظيم الأسرة ففي هذا الشعن فقد جرت مناسبة كبرى بمدينة ماو حاضرة إقليم كانم بحضور حاكم الإقليم والعديد من الوجهاء وشخصيات المرموقة في الدولة هذا وقد استهلت المناسبة بكلمة حاكم الإقليم أبادي السعير فضل والذي عالن فيها إطلاق الحملة التوعوية التي ترمي بحق البنت في التعليم وماني الزواج المبكر والصحة الإنجابية والتمكين المرأة في ممارسة النشاط الاقتصادي والتنظيم الأسرة في العيدة الديمقرافية وبعده استطرد ممثل المنظمة المدعومة من برنامج الأمم المتهدة للسكان سوينغار ديلافيل جيم يامباي المسؤول في المتابعة والتقييم مذكرا بأن هذه الحملة ترمي في مجملها العناية والرعاية بالبنت والعمل على انتشالها من براسن الظواهر الاجتماعية السالبة التي تحرم البنت من التعليم وبعد الكلمة التي قدمها ممثل الشيوخ التقليديين والتي ألقاها عند بلدية ماو حث فيها على الالتزام والتقييد بماني الزواج المبكر وتأمين تعليم البنت وتطبيق المرسوم الرئاسي القانون رغم التاسع والعشرين الذي نص على مؤاقبة المخالفين لهذا القانون وبعد ذلك قدم ممثل المجلس العالى للشيون الإسلامية فرع مدينة ماو بياناً وموقف رجال الدين الإسلامي حيال الممارسات السلبية نحن قادة الدين في مناطق المشروع كانم البحيرة حجر لميس سلامات نعلن الآتي أولاً تشجيع الأمهات والنساء والفتيات الحوامل الذهاب بكثرة إلى المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات لمراجعة الطبيب وأخذ الأدوية والإرشادات اللازمة التي تساعد في تقليل وفيات الأمهات والأطفال كما تعطي الفرصة الكاملة لراحة الأم والطفل اثنين نساند تعليم البنات والفتيات وإرسالهن إلى المدارس من أجل التربية والتعليم ومحاربة الأمية في تشاد عامة وفي مناطق المشروع على وجه الخصوص أما الحكومة فقد مثلها أمين الدولة بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي سنجابي برنباسة الذي أوضه من جهته أن للآباء تعمين التعليم للبنت حتى النهاية والعمل على تغيير الممارسات الخاطعة لأجل الضمان وسلامة المرأة وحقها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية تجر الإشارة إلى أن الحملة جابت كل من إقليم هجر لميس والبحيرة وكانيم وستتبع نشاطات الحملة بإقليم السلامات